فرنسا تدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة كيف ترى هذا التحول في الموقف الفرنسي الرسمي أول الحرب والآن تحية لك وللسادة المشاهدين أعتقد بأن مستوى الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وما زال من خلال مستوى التدمير الهائل والكبير للبنية المدنية الكاملة والإنسانية الكاملة في قطاع غزة واستمرار استخدام المساعدات كجزء من استراتيجية الحرب والضغط على الفلسطينيين في القطاع وأيضا منع توسيع المساعدات التي يحتاجها الفلسطينيون هناك واستمرار الحرب واستمرار التهديدات بتوسيع الحرب داخل قطاع غزة واستمرار التهديدات باجتياح مدينة رفح أيضا كل ذلك يعود إلى أسباب سياسية بالدرجة الأولى وأن هناك احتجاج واسع يتسع يوما بعد آخر في أوساط الرأي العام الدولي إن كان في فرنسا في ألمانيا في دول الاتحاد الأوروبي أو في بريطانيا وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية لم يعد ممكن قبول ما يجري من جرائم يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بدعم من الحكومات الغربية بالكامل ويترافق ذلك مع دعوات خجولة جدا لمعالجة الآثار الناتجة عن هذه الجرائم التي ترتكب وليس رفض هذه الجرائم ورفض استمرار الحرب والضغط من أجل وقف هذه الحرب لأن هذه الدول تستطيع أيضا بكل بساطة تستطيع أن تضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب عند نقطة محددة وأعتقد بأن الأشهر الستة التي مضت حتى الآن لم يكن هناك أي ضغط حقيقي من أجل وقف هذه الحرب وكانت الدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية ترفض الدعوة حتى الآن إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل وحل المشكلات الأخرى لكن سيد هواش لا أحد يقبل سيد هواش لماذا لا تبدأ فرنسا بنفسها وتفرض هي عقوبات على إسرائيل بدلا من أن تدعو الآخرين إلى فعل ذلك ونقصد هنا عقوبات بين قوسين ذات جدوى وليس مجرد عقوبات على بعض المستوطنين في الضفة نعم تماما تماما أنا أتفق معك مئة بالمئة وهذا ما أشير إليه بأن البعد السياسي هو الأهم في هذا الموضوع يعني يجب على دول فرنسا ولديها القدرة ولديها الأدوات ولديها مفاتيح مهمة جدا للضغط على إسرائيل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وهذه الدول هي التي يعني وألمانيا أيضا هي التي تزود إسرائيل بالأسلحة والذخائر إسرائيل لا تستطيع أن تخوض حربا لمدة شهر بدون تزويد من الذخائر من هذه الدول وبالتالي الأسلحة والذخائر وأيضا يعني إن لم يكن هناك ممكنا يعني وقف هذه التزويد الدائم لإسرائيل بأدوات الحرب فليكن هناك يعني مقاطعة اقتصادية تستطيع وقف إسرائيل أيضا إسرائيل لا تتحمل مقاطعة اقتصادية لمدة شهر واحد وبالتالي هناك أدوات واضحة جدا محددة تستطيع هذه الدول وتستطيع هذه الحكومات من خلالها وقف هذه الحرب ولكنها لا تريد هي تريد استمرار هذه الحرب حتى يعني تعلن إسرائيل انتصارها المطلق كما يسميه بن يمينة يهو وتريد أن تعالج الأثار الجانبية لهذه الحرب أي الاحتجاجات الشعبية واحتجاجات أوساط في الأحزاب الحاكمة في دول يعني الولايات المتحدة وأوروبا وتريد أيضا يعني أن لا تظهر بمظهر أنها هي التي تدعم إسرائيل وهي التي تخوض هذه الحرب وعمليا هي تشارك في هذه الحرب بأشكال مختلفة وإن كان القرار للحكومة الإسرائيلية التي منحت رخصة كاملة لاستمرار هذه الحرب حتى عملية الإبادة الشاملة للفلسطينيين ولكن مستوى وعي الرأي العام الدولي هو الذي أوقف هذه العملية عند حدود معينة وبدأ بالضغط على الحكومات الغربية لتغيير مواقفها هناك تغيير في لهجة عدد كبير من الدول منها فرنسا وبريطانيا لكن هل الفعل أستاذ هواش هل الفعل يعني يتوازى أو يتطابق مع التغير في الخطاب وفي اللهجة؟ حتى الآن الحاجة إلى تغيير سياسي وما أشير إليه للمرة الثالثة أنا أقول أن الأمر يحتاج إلى موقف سياسي من أعلى مستوى ذو صلاحيات في هذه الدول أي الرئيس الفرنسي والحكومة الفرنسية والبرلمان الفرنسي يجب أن يستمع كل هؤلاء في فرنسا وفي بريطانيا وفي الولايات المتحدة لرأي الشارع المظاهرات لم تتوقف في كل هذه الدول مطالبة بوقف هذه الحرب لكن هناك دول أستاذ هواش مطالب بوقف هذه الحرب فكرة تقوضحها تماما والتواصل إلى حلول للمشكلات بين الفلسطين والإسرائيليين فكرة تقوضحها تماما ولكن أستاذ هواش دولة مثل ألمانيا على سبيل المثال كيف يمكن أن نتوقع تغييرا في سياساتها تجاه إسرائيل وهي التي تقول حتى هذا اليوم في جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية بأن حق إسرائيل في الوجود والحفاظ على أمنها محور أساسي في سياسات ألمانيا شولتس يقول بأن هناك مسئولية تاريخية لدى ألمانيا بخصوص إسرائيل هل يمكن توقع هذا التغيير المطلوب من دول مثل ألمانيا على سبيل المثال يعني ألمانيا تقوم بدور شديدة سلبية مخالف للرأي العام حتى الألماني ومخالف للقانون الألماني ألمانيا تزود إسرائيل بالذخائر والأسلحة وزادت خلال الحرب بنسبة 27 ضعف ما كانت تصدره لإسرائيل من أسلحة وتدعي اليوم في المحكمة العدل الدولية تدعي بأنها لا تزود إسرائيل بأسلحة إلا باستثناء أسلحة دفاعية وأسلحة للتصدير لدول ثالثة إسرائيل من دون هذه الذخائر التي تزودها لولايات ألمانيا تزودها بقذائف المدفعية وقذائف مدفعية الدبابات وأشكال أخرى عدد كبير من الأسلحة المؤثرة والمهمة جدا تتزود بها إسرائيل من ألمانيا ولذلك ألمانيا لا يعني على الإطلاق التزامها بدعم إسرائيل ألا تلتزم بحقوق الإنسان وألا تلتزم بقواعد الشرعية وبحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة وحقوقه في أن توقف هذه الحرب بصورة أو بأخرى لا يجوز التمسك بجانب من الحقوق ونسيان الحقوق الجوهرية لا يوجد في القانون الدولي ما يسمح لإسرائيل أو لغير إسرائيل بالجرائم الحرب التي ترتكب ضد المدنيين في قطاع غزة نحن لا نتحدث عن حرب بين الجيش وجيش نحن نتحدث عن حرب ترتكب فيها جرائم وجرائم ضد الإنسانية وجرائم موصوفة بالقانون الدولي حذرت محكمة العدل الدولية إسرائيل من أنها ترتكب حرب إبادة وجرائم إبادة ويجب عليها أن توقف الخطوات التي تؤدي إلى هذه الجرائم بمعنى أن هناك وعي حقيقي بأن إسرائيل ترتكب هذه الجرائم ونحن عندما نتحدث عن موقف الولايات المتحدة أو موقف ألمانيا من أن لها لإسرائيل حق في الدفاع عن نفس ولكن حقوق الدفاع عن نفس مشروطة بالتزام بالقانون الدولي والتزام بحقوق الآخرين وهنا إجحاف تام لأن الغرب لا يرى في هذا الصراع ولا يتحدث إلا بلسان إسرائيلي ولا يرى إلا بعيون إسرائيلية لا يتحدث بعيون محايدة بعيون طبيعية ترى حقوق إسرائيل وحقوق الآخرين هذا لا يسير لكن الفريق القانون الألماني سيد هواش الفريق القانون الألماني كان في محاولاته في تبرئة ساحة ألمانيا بأنها ليست متورطة ولا مسؤولة في اتهامات أو جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطين في غزة بالقول بأن ألمانيا هي أكبر مانح لقطاع غزة وحتى خلال هذه الحرب زادت مساعداتها للقطاع أكثر من أي دولة أخرى تستخدم هذا من أجل تبرئة نفسها وبأنها ليست ضد القطاع بالتأكيد أن وفد ألمانيا في محكمة العدل الدولية والمدولات بشأن الدعوة التي رفعتها نيكا رجوة يعني الوفد جاء ليدافع عن موقف ألمانيا وموقف الحكومة الألمانية وهناك حديث عن التزام ألمانيا بدعم التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعم الشعب الفلسطيني وحل الدولتين ولكن كل هذا كلام عام كلام سياسي عام صحيح أن ألمانيا تدعم حل الدولتين ولكن تدعمه بالكلام لا تقوم بأي خطوة من شأنها منع إسرائيل من تجاوز هذا الموقف العام الألماني كيف يمكن فهم أن ألمانيا تدعم حل الدولتين وتسمح لإسرائيل بإلغاء كل ما له كل ما يعني يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية تدعم إسرائيل في كل ما يسمح لها بتحقيق إلغاء فكرة حل الدولتين من القاموس وهذا ليس سراً إسرائيل على لسان رئيس الحكومة وعلى ألسنة وزراء ونواب يتحدثون بشكل واضح وصريح بأن لا حقوق للشعب الفلسطيني هنا في هذه الأرض هناك حق حصري لليهود في هذه المنطقة وهؤلاء إذا كانوا ضحايا لألمانيا فلسنا نحن الذين نتحمل مسؤولية الهولوكوست مسؤولية أوروبية ومسؤولية أمريكية ومسؤولية ألمانية ولذلك لا نتحمل نحن مسؤوليات من هذا النوع نحن نريد لألمانيا أن تكون دولة تلتزم بالقانون الدولي لأنها عانت من الوحش النازي وعانت من إرث خطير جدا وعانت من ويلات الحرب العالمية الثانية وهي تدرك يفترض أنها تدرك معاني الحرب ومآسي الحرب وتدرك أيضا بأن الشعب الفلسطيني ضحية في هذه الحرب وليس يعني لا يمكن مساواته بإسرائيل التي تمتلك قوة عسكرية هائلة وتستخدم قوة غير متناسبة ضد المدنيين في قطاع غزة واضح واضح أستاذ محمد واضح جوابك تماما أشكرك جزيلا من رمال الله محمد هواشي الكاتب والباحث أسيا سيا ترجمة نانسي قنقر